السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم اخوكم حسين من قناة عالم تروح حانة الالفة. بازن الله جماعة موضوع بتاع الفيديو ده بتاع النهاردة هيكون عن طفرة الفول بادي. تمام? عن سعر طفرة الفول بادي. مواصفات طفرة الفول بادي. بتتميز بايه طفرة الفول بادي? وكيفية انتاج طفرة الفول بادي. واشكال والوان طفرة الفول بادي. كل الكلام ده هنقوله النهاردة في الفيديو زي ما عودناكم يا جماعة عن شرح الطفرات. بازن الله كل يوم ويومين هنشرح طفرة معينة. يا ريت تكتبوا لنا في التعليقات الطفرة اللي انتم محترينها اقترحها عشان نشرحها بدري بدري يا رمعة. لكن كده كده التفرات كلها تشرح على القناة بازن الله. بالنسبة لباقي الطفرات اللي فاتت اللي حابب يشوف اه شرح الطفرات اللي فاتت هيدخل على قائم التشغيل في القناة. تمام? وهيلاقي ان في قائم التشغيل باسم جميع الطفرات البدي. هيدخل عليها بازن الله وهيلاقي شرح الطفرات السائدة والمتنحية. ويعني ايه طفرات سائدة والمتنحية ويعني ايه شرح جميع الطفرات بازن الله. بس قبل اي حاجة ما تنسوش الدعم واشترافوا القناة والتفالز الجرس والضغط على زل لايك. يعني يا جماعة يزين شوية الدعم منكم اه اتمنى من اي شخصة يستفق من الفيديو ده. اه باي معلومة ما ينساش يدعمنا في زل لايك واشترك في القناة ويفعل زر الجرس. وتنويه هام يا جماعة لجميع المشتركين بالنسبة لتفعيل زر الجرس. اه اه اللي اول مرة يشوفني اه اتمنى منه انه يفعل زر الجرس واللي ينفعل زر الجرس يرغي تفعيل الزر ويفعله تاني اه من جديد على الكل. تمام? علشان فيه مشكلة في اليوتيوب والاشعارات ما بتوصلش المتابعين. واتمنى يا جماعة بانكوه تتغطوا على زل لا يكما بال terce 60 من الفيديو ده. وخلونا انا ندخل في الفيديو عشان ما نقولش عليكم. اول حاجة يا جماعة بنى مواصفات طفرة الفول بادي. تم الماعد مدام تفره الفول بادي بتتميز بايه? اه بتتميز اول حاجة يا جماعة طفرة الفول بادي بتتميز بلون الجناح زي ما انتم شايفين. لون الجناح بتبقى فيه علامات في حد حدة في لون الجناح زي ما انتم شايفين. مش بلون اللي سود ومش باللون الباهت تماما بتبقى باللون الرمادي او البني اه بتبقى غامقة شوية لان طفرة الفول بادي عامل التخفيف فيها اه اه مش عالي مش عالي زي اه وزي دي كانت اول حاجة في مميزات او مواصفات طفرة الفول بادي بان لون الجناح بيبقى لون اه تقيل بيبقى لون اه ظاهر اه علامات الجناح بتبقى ظاهرة في الجناح زي انت شايفين في الصورة التانية يا دمعة تمام بتبقى ظاهرة في الجناح تمام تاني حاجة جماعة معانا في مواصفات طفرة الفول بادي زهاوت لون الجسم لون الجسم بيبقى زاه يا دمعة مش بيبقى لون باهت زي اللون بتاع الجسم لو بتلاقيه زاهي لو فيلوب بتلاقيه لون زاهي لون اه ازرق باين معاك مدي لمعة معاك تمام يا دمعة مش باهت لان اللي باهت دي بتبقى في طرفة تمام فلون الجسم مفتنى حاجة بيبقى لون زي تمام جماعة بعد كده آآ لون السلاح زي ما انتم شايفين يا جماعة السلاح دوت عشان برضو اللي بيسقل يعني اسلاح اسلاح ده ريش الطيران يا جماعة اللي بيطير بالعصفو العصفو ده ريش الطيران لون السلاح اهم من اهم العوامل اللي تقدر تميز بيها طفرة الفول بادي. طفرة السلاح بتاعه رماضي غامق او بني غامق. عرص والدراي ويند. والدراي ويند بيبقى آآ رماضي آآ فاتح. والدراي ويند بيبقى رماضي ميل للابيض او ابيض. تمام? آآ في الفول بادي لأ يتميز بان دون السلاح رماضي غامق او بني غامق. تمام يا جماعة? دي كانت تالت حاجة معنا. رابع حاجة علامات الخدود. علامات الخدود زي ما انتم شايفين هزارقة غامقة جمعة. علامات الخدودة جمعة اللي هي بتبقى تحت العصفور او آآ منقار العصفور زي ما تشايفين في الصورة بتبقى باللون البنفسدي الغامق تمام جماعة او اللزرق الغامق. تمام? بيبقى باللون اللي باللون انتم شايفينه في الصورة ده جمعة وما بيبقاش باللزرق الفاتح لان او اللزرق اللابيض ده بيبقى آآ اما زي ما انتم شايفينها بتبقى علامات تقيلة. تمام? علشان يا جماعة لو الحاجات دي توفرت في الطريق يبقى ده بازن الله. دي كانت رابع حاجة معنا. من طفرة واخر حاجة يا جماعة معنا لون الديل. لون الديل يا جماعة زي ما انتم شايفين لون الديل بيبقى باللون الرمادي اللي واخد بلون الجسم. رمادي واخد بلون الجسم. تمام يا جماعة بيبقى على اخر الديل رمادي وبيبقى في اوله واخد باللون اللي ازرق بتاع الجسم او ايا كان بقى اللون ايه. بيبقى واخد شوية من لون الجسم. دي كانت مواصفات الفول بادي هنكتبها لكوا سريعا على الشاشة تشوفوها تاني علشان اللي فاتوا حاجة هيقدر تشوفها تاني. طيب يا جماعة هندخل بازن الله في تاني نقطة عن الفول بادي. وهي مميزات طفرة الفول بادي. مميزات طفرة الفول بادي مفاش مميزات كتير يا جماعة. اه اهم حاجة بس في طفرة الفول بادي بانها ممكن تدخلها بدل في طفرة الرنبو معاك. تقدر انك تستخدمها في طفرة لكن في الاول والاخر مش هتبقى احسن لان زي ما انتم شايفين علامات الجنحة بتبقى تقيلها شوية. وده بيخلي لون العسطور او دمالي التدخل الوان العسطور بتقل شوية عن دي ابرز المميزات في طفرة الفول بادي. تمام رماعة? تالت نقطة معنا في الفيديو بتاع النهاردة وهي سعر طفرة الفول بادي سعر طفرة الفول بادي هي تعتبر من التركيبات رماعة. سعر القص منها ممكن يعمل مية وخمسين جنيه. تمام رماعة ممكن يعمل آآ سعر القص مية وخمسين في السوق مية وخمسين لمتين جنيه. لان هي تعتبر من التركيبات فتبقى اغلى شوية من من الطفرات العادية او من الطفرات العوايد او اللاتيني او الالبين والكلام ده. تبقى اغلى شوية لانها تعتبر من التركيبات. طيب رماعة رابع نقطة معنا في الفيديو ده وهي كيفية انتاج طفرة الفول بادي. واهم نقطة معنا. آآ طفرة الفول بادي يا جماعة طفرة متنحية. طيب يعني متنحية. آآ زي ما عرفتنا جماعة قبل كده كتير ان طف يعني متنحية يعني محتاجة جنين عشان تقدر تنتجل. يعني لازم جيم الاب وجيم الام. يعني لازم يا جماعة يكون يا اما عندك آآ دكر فول بادي وانسة فول بادي. والدوسم لبعض هينتجو لك ما في المية فول بادي. اما يكون عندك دكر فول بادي وانسة آآ اسبلت فول بادي او العكس او دكر اسبلت فول بادي وانسة فول بادي. هينتجلك بنسبة خمسين في المية فول بادي. اللي عايزين نوصله لكم ان الطفرة دية طفرة متنحية. يعني لازم جيم الاب وجيم الامة عشان تقدر تنتجل. لو عم در دكر بس دوسته دكر فول بادي ودوسته الانتهى يا نورمال مسلا مش هيطلع لك في الانتاج فول بادي. هيطلع لك اسبلتات فول بادي. تبتدى يا دماعة يكون للفيديو بتاعنا خلص النهاردة. ما تنسوش الدعم بتاعكم. والليشترك في قناة فالزر جراز عايزين نوصل الفيديو ده لخمسين لاير. وبرضو يا دماعة اللي عاوز يعرف اه شرح التفرات اللي فاتت. ادخل على تقيمة التشغيل في الفيديو دوت بازن الله. وهيلاقي حدا اه اه تقيمة تشغيل باسم دعمية تفرات البدي. يضغط على تقيمة التشغيل دي هيلاقي ان شرح التفرات موجودة فيه. ويه شرح تفرات السائدة برضو يعني ايه? والتفرات المتنحية والتفرات المرتبطة والجنس. وطفة وكل الكلام ده موجود يا جماعة في القائمة دي. وبكده يا جماعة يكون الفيديو بتاعنا خلص النهاردة ما تنسوش الدعم والاشتراك في القناة وتفعيل زر جراز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونشوفكم في فيديو رديد بازن الله نشوفكم على خير سلام.